إلى ولاية المستغانم حيث تعيش أزيد من 35 عائلة بدوار القروامسة ببلدية سيد علي حياة بدائية وسط غابة تنعدم فيها أدنى شروط الحياة تفاصيل في هذا التقرير لزميلين أنيس بن حالة ونجم بكرش وسط هذه الغابة الكثيفة ببلدية سيد علي شرق ولاية المستغانم تعيش العديد من العائلات حياة بدائية لا تختلف عن الفترة الاستعمارية حلث يتقاسم هؤلاء حياتهم مع الحيوانات المفترسة أولادنا يذهبون إلى تصبب النوو لا يذهبون إلى تقراء لا يقومون إلى تقراء كيلومتر المكشة من عادم المكشة من عادم ساكنين نحن 100 عام مع الغابة ساكنين حاشر الغابة الحيوانات المفترسة هذه كليتنا كليتنا الإنتاج تعنا الحلوف الديب من الجيهة ما درنا بروتيكشيون ما درنا الأمن رئيس بلدية السيد علي له ما يقول عن الموضوع حقيقة دوار جروامسا دوار داخل في الانشغالات والاهتمامات تعلن المجلس الشعبي البلدي حيث هذا الدوار استفاد من مشروع في إطار التنمية الريفية متعلقة بفتح المسالك وكان فيه مشروع لم يتجسد على أرض الواقع لأن المبلغ المالي كان غير كافي لذا المشروع قد جمد لتبقى البراءة والمواطنين ينتظرون التفاتة السلطات لإنقاذ وضعيتهم والحفاظ على طبيعة المنطقة وتفادي النزوح الريفي نحو المدينة اقتصاديا تصطدم الخطابات الحكومية عادة بوضعية صعبة للعقار الصناعية على غرار المنطقة الصناعية ببلدية شلغوم العيد في ميلا والاتباق بلغت نسبة الاستثمار بها ما يقارب 37% وما يؤكد التحدي الذي لا يزال قائما اتجاه الإجراءات المنتظر تفعيلها ميدانيا صفيان بون فارع على مستوى المنطقة الصناعية ببلدية شلغوم العيد بولاية ميلا هو السمة البارزة التي تؤكدها لغة الأرقام الرسمية والتي تكشف عن اشتغال المنطقة بنسبة 37% فقط حوالي 37% من هذه القطع تشتغل حوالي 25% قطع فارغة والباقي هي مشاريع في قيد الإنشاء ومشاريع متوقفة من خلال هذه الأرقام نستندج أن المنطقة الصناعية في الحقيقة لا تشتغل تماما بالصفة المطلوبة منها مساحات واسعة وعقارات بأثمان زهدة منحت منذ إنشائها العام 1976 لكن غياب الرؤية الاقتصادية حالة دون التطور عندنا مصطلح يسمى دراسة الجدوى الاقتصادية يعني أي مشاريع يجب أن يخضعها لدراسة جدوى اقتصادية حتى تتثبت منه الجهات المعنية التي ستعطي الدعم لهذا المستثمر أن هذا النشاط قابل للتفعيل أنه نشاط مجدي فرض ضرائب مرتفع عليها وهذا كله من أجل حفهم على استغلال هذه القطع التي تعود على المنطقة بالفائدة التطبيق الحرفي للإجراءات الحكومية المشددة على استرجاع العقار الصناعي بتمكين الولاة بإصدار مقررات السحب لغير الفاعلين بالمناطق الصناعية يعتبر الحل خاصة وأن سياسة العصى والجزارة هي الكافية إلى ولاية البيض دع علماء ومشايخ الزوايا إلى نبد الفتنة والوقوف صف واحد لحماية الجزائر من العداء الذين يتربصون بها من الداخل والخارج التفاصيل في هذا التقارير لنردي الرحماني الجزائر غالية وحمايتها من كل دعوات الفتن والفوضى واجب الجميع وعلماء ودعات وأعيان ولاية البيض واعون بالمسؤوليتها والأمن الفكري لأبناء الجزائر يتقاسمه الجميع تحدي اقتصادي صحيح تحدي معيشة نعم ولكن التحدي الأمني خاصة وأن الجزائرين عانوا من خلال تلك العشرية السوداء في فترة التسعينات عانوا من هذا الأمر وبالتالي الآن موضوع الأمن والاستقرار وكذا هذا يعتبر من الأولويات عند جميع الجزائريين والآن كل مستوعب لهذه الحقيقة الجزائر لها من العلماء والدعاة المنتشرين عبر عديد الزوايا والمدارس الدينية ما يكفي ليكون صمام الأمان فمؤسسة المسجد هذه آتت اليوم لتذكر بنفسها وتبين أن الدولة الجزائرية ما فاتت تؤسس للعمل الخيري وتؤسس لأمنها واقتصادها وغير ذلك الوحدة الفكرية والدينية للجزائريين كانت ولزالت وستظل صمام الأمان لوطن صامد بفضل أبنائه الخير